رغم نصيحة ضباطه قرر الوالي غالب باشا أن يأخذ برواية شريف عبد الله الذي بدوره نجح في كسب الوقت الذي يحتاجه لجمع المزيد من الرجال اشتركوا في القناة 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 تحت القصف المستمر للمدفعية العثمانية كان وضع الشريف حسين ورجاله في غاية الصعوبة املهم الوحيد بالنصر كان مرتبطا بحصولهم على مدفعية يوازنون بها تفوق الحامية العثمانية وفي حين كانت مكة تواجه ظروفا قاسية جاءت بارقة امل من جده اخبار قد تحرمت اخبار سألهم خذوا المدفع جاءت بارقة اخبار جاءت بارقة اخبار اخبار قد تأخبار قد تحرمات 60eb municipales المدافر أرسلونا المدافر في جدة أولى مدن الحجاز المحررة كان المفتاح لتحرير باقي مدن الحجاز أمودEuroم سينمي باقي مدن الحجاز اشتركوا في القناة 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 يا خواة أقود أنت أقود أقود يا خواة سهارة سهارة اشتركوا في القناة أمام الآلاف من جنود فخر باشا كان على الشريف فيصل والشريف علي أن ينفصل بجيشيهما وينسحب إلى جبال ينبع ورابغ كان فخر باشا قد وعد جمال باشا أن يقضي على الثورة قبل انتهاء العام وكان مصراً أن يحقق وعده اشتركوا في القناة وبينما كانت قوات الشريف فيصل والشريف علي محاصرة خلف الجبال وعلى قيد شعرة من الهزيمة كانت حظوظ الشريف عبد الله في الطائف في تحسن بأصول المدفعية العثمانية التي أُنمت في جدة ومكة بالإضافة إلى بعض المدافع البريطانية صار بإمكان الشريف عبد الله أن يحكم قبطته على الحامية العثمانية في الطائف وكانت مسألة وقت قبل أن تعلن استسلامها كانت حينها قوات الشريف فيصل والشريف علي متفرقة على طول الساحل في حال لا تحسد علي وحين كانت الثورة تمر بأسوأ أيامها بعد إدراك قادتها أن ليس باستطاعة مقاتلين غير نظاميين ينقصهم العتاد والتدريب أن يواجهوا آلة الحرب العثمانية وصل إلى ذات السواحد رجال سيغيرون هذا الواقع ممتدام المددين من الطمانين لتجارب البريطانين Elizabeth بسببت العميزية المددين بطراب المددين حين انتعجبوا في تحسن انقل المدينة أو قد قموا بتحسن بطراب الونغتسات يا عندما كانت من بطوقة العرادي في المدينة الدفاع كي تقوموا وبإمكانهم أنتعون العرب لقم اعضوب مهتم بالهرب لأحاء حادث العرب لكي لكي لعبونة بعض المددة في بين الواقس المددين لذينة الدفاع كان عزيز علي المصري كان عزيز علي المصري ضابطاً في الجيش العثماني وعضواً في جمعية الاتحاد والترقي ولكن حين شك قادة الاتحاديين بدور له في تشكيله لإحدى الجمعيات العربية السرية سجن وحكم عليه بالإعدام ولم يتم العفو عنه سوى بعد ضغط دولي كبير وها هو يعود اليوم إلى ساحة المعركة ولكن ليقاتل مع الجانب الآخر أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الثورة العربية عزيز علي المصري شخصية غامضة يعني تقلب في سلوكه من الضد إلى الضد ومن النقيض إلى النقيض لعدة مرات يضفي طابع الإبهام على شخصية عزيز علي المصري هل هو عربي حقاً بانتمائه وسلوكه أم هو ما حكومة الاتحاديين هذا الغموض في شخصيته يجعل المحلل العسكري يقف أمامها بحيرة بعد وصول عزيز المصري إلى الحجاز واستلامه لقيادة الجيش طلب رونالد ستورز السكرتير الشرقي البريطاني في القاهرة اجتماعاً لبحث أمر طارئ في ذلك الاجتماع قدم ستورز شخصية ذات أهمية خاصة تي إي لورانس الضابط البريطاني الذي رغم قلة خبرته العسكرية استطاع فيما بعد أن يصنع صورة رومانسية لنفسه ستجرب له الشهرة والكثير من التساؤلات رمضانسية لنفسه طولزز عزيز المصري لديه مزيد للحجز لبد الله لكن عندما يأتي هناك تلك المترجمات يأتي بأن لندن قلت أن لا يكون محاولاً أثناء الأثنانيون بأنه في الهجاز لا يوجد أكثر من غازة بريطانيا إلى مكة أكثر من غازة بريطانيا إلى مكة أكثر من غازة بريطانيا إلى مكة أكثر من خطوة مسلمين في مصر و الهند أجلالته ساقت جميعا على الهجاز ومتقليل على المساعدات والأسلحة الأتراك عارضين علينا هدنا وبعدها ينفذون كل مطالبنا وبضمانات ألمانية الهيج هتكون الثورة حقا قد كلا هدافا لكن أيها شريف أبوضا مين واجوا مع يومك أن أعملوهم يعني أتمنى أنك تفهم إن ما عندي خيار ثاني زين أستاذنك أجزو ماصل مكة أبلغ الشريف أحسين بالتغييرات اللي صارت أرجوك أيها الشريف أعطينا بحث الوقت الوقت زين الحين الشمس تغرب حين تشرق أجزو مكة أجزو مكة أجزو مكة أجزو مكة أجزو مكة السلام عليكم أجزو مكة 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 على ساختل إشار رأيpas السابة لكي لا يبدأ بإمكانهم التحديد للحاول على المساعدة المتحدة والمدافع؟ والمدافع بعد ما العلوم اللي عندك؟ سلامتك اجر نحترية عبدالله انا مادري شلون سويتها لكن ان سويته شايشين British support was absolutely essential for the success of the Arab revolt so the relief for the Hashemites in knowing that through good bluff poker Abdullah was able to reconfirm Britain's commitment to the Arab revolt war effort was essential for them to be able to proceed with confidence انس ادرك الحسين انجاله ان عليهم ان يجدوا طريقة ليتجنبوا التهديد بوقف الدعم البريطاني كان الحل ان تتوج انتصارات الثورة العسكرية بشرعية سياسية تستطيع الصمود امام الدعاية العثمانية المضعبة jo دعاية السراء that he was speaking to them ليس كم شريف ميكا ولكن كم روز العربية الذي كان يتحدث كمثل من محاولة في الليلة ذاتها بدأ شريف عبد الله مهامه كوزير للخارجية بإعلان ميلاد المملكة العربية أرسلت البرقيات إلى بريطانيا فرنسا وروسيا كما وصلت نسخة من هذا الإعلان إلى جمال باشا فارددن باشا فارددن باشا يتغرف كندر ونه دي كي يلن بيتمينة سادسة ايكاية سوزيني يريني جدرس هادي جمال باشا جمال باشا ركognizing that a sustained revolt in a remote province such as the Hejaz would be a drain on morale and on military resources he was quick to stamp it out and dispatched 11,000 men to Medina to serve under Fahri Pasha Fahri Pasha for his part wanted to prosecute a very strategic war to snuff out the revolt where it had appeared and so critically he wished to move from Medina to regain the shrine city of Mecca the very heart of Islam and so Fahri decided to send his column down to the coastal cities and then towards Mecca it's not as simple for Fahri as it might seem because he has to lead an expedition out of his very well fortified city base but he has no choice and now he has no choice to keep aruba and defend Mecca with His home and he has no choice to look for his but he has no choice only to Mecca and his the Oriental and his Ali put Abdullah the order to go back and defend Mecca كان الشريف عبد الله يعلم أنه ليس باستطاعته أن يحرر المدينة لكنه كان يأمل من تقدمه باتجاهها أن يخشى فخري باشا على حاميته فيها من الهجوم فيعود جزء من قواته وقلت تغيرتها إلى مكة المنزل على سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماذا يأكل؟ شاف التلع ذيك في قوة من الجيش العثماني من تلعها. أشكور يلا. أشكور. يلا تحية كلامي. أشينا يا رجال. الله وياه. And then on the west side of the railway, he discovered an enormous Turkish column making its way towards Medina. And this was led by a man called Ashraf Bey. And he was caught completely by surprise. He had several hundred soldiers. and 38,000 pounds. Abdullah inflicts really what is the first decisive victory in the campaign. He captures Ashraf, takes the money and the artillery that Ashraf also had. What are you doing here? And the military forces. أشخاص بشكل محيط. لتقلبونا الناس علينا. اكتب اكتب شو اسمك انت اشرف به من اشرف به الى فخري باشا يوسفني اعلامكم اننا تعرضنا لهجوم من جيش الثوار الذين اختنموا النقود والمؤونة لكن الامر المستغرب ان ترسلوا هذا المبلغ الكبير مع هذه القوى الصغيرة الوقت الذي انتشر فيه جيش الثوار في كل مكان بين المدينة ودمشق عندما اخذت نقود اخذت 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 فخري ما قد اخذ اخذت 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 دمسكس لانه اخذت اخذت كيف يمكنك أن تساعد المدينة؟ فخري's immediate response is to take a much more defensive position than he'd done up to that point. It's one of those turning points in the revolt because at the same time Faisal had been thinking about a move northwards up the coast and he'd already come up with that plan but it's Abdullah's coup that essentially makes that possible. عندما عاد فخري باشا بجيوشه إلى المدينة فرض الشريف عبدالله حصارا عليها استمر حتى نهاية الحرب. ولكن كي يكون الحصار فعالا كان لابد من إضعاف الحامية في المدينة بقطع خطوط إمتادها. Abdullah and his army decided to attack the railway north of Medina to try and cut Medina off. But they lack the equipment to do it with. They don't have the explosives. The tribesmen end up tearing up the track with their bare hands and piling rocks on the line. I think it's important to bear in mind just how efficient the Ottomans were at repairing the damage done time and time again to their railway lines which enabled them to keep a line of supply open between Damascus and Medina. لما كانت قدرة العثمانيين على إصلاح الخط الحديدي تتطور كان لابد من إيجاد وسائل تحدث دمارا أكبر. ترجمة نانسي قنقر 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 حين سمع بهذه الإشاعات بعث عزيز مصري برسالة للشريف حسين يخبره عنها لما وصلت شريف حسين هذه الأخبار كتب فورا للمكتب العربي البريطاني في القاهرة مستوضحاً وجاء الرد بن فيها كذا إشاعات قطعياً لكن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة لعزيز مصري وهذه المعلومات جعلت عزيز علي المصري يتصل مع فخري باشا ويعرض عليه المساعدة والتعاون معه ضد الإنجليز والفرنسيين مقابل انضمامه لقوات فخري باشا أو لتقديم المعونة له طلع الشريف حسين على الاتصالات بين فخري باشا وبين عزيز علي المصري فاستاء منها وعطاه إجازة بدون عودة إلى مصر لكن الفراغ الذي تركه رحيل عزيز مصري سرعان ما ملأه أصدقاء أكثر وفاء للثورة ومنهم عودة أبو تايا زعيم قبائل الحويطات في جنوب سوريا الكبرى وشرق نهر الأردن يوم الخير بجاء يلا حيهم يلا حيهم بجاء هي علي في عودة كانت هاي اللحظة المنتظرة انتظرها عودة بفارغ الصبر كقبيلة ما بتقدر قود ثورة بالنسبة لفيصل أيضا اللحظة اللي كان هو ينتظرها بدون القبائل لا يوجد ثورة لما وصلوا للوجه وصلوا لها حدود قبيلة الحويطات ما بتقدر التعدي للمرحلة التي تلي إلا إذا كانت القبيلة سحبت المنطقة معك فأشار عودة على فيصل أن تبدأ القصة من العقل لازم فتح العقل أخذ بمشورة عودة قالوا بيرافقك في هذه طلعة الشريف ناصر ويرافقه ضابط ارتباط اسمه لورنس كان الرأي عودة أنه يأتوها من خلفها من الجبال نفسهم من جهة القويرة ورمه يدخلوا على العقل البدايات كانت سموهم السربة الحرشة السربة الحرشة عداد قليل من الرجال لكنهم هم والضارب طلعت من مخيم فيصل لفوا اللفة بتاعتهم من الوجه بتطلع للجفر جمعوا ما يقارب 300 فارس ودامت رحلتهم أكثر من 20 يوما قطعوا بها الصحراء ليصلوا إلى وادي اليتم الذي يشكل ممرًا إلى العقبة هناك مرحباً عندما يجب أن يدخلوا أحد من هذه التركيش في قطع الودي إيتم وهي مرحباً الذي يأخذ مرحباً إلى أكابا لورنس يتعلم كيف ستحصل إلى هذا المنطقة ثم يأتوه ويجب أن يرى في القطع هذه المنطقة يقول أنه مرحباً لذلك المنطقة يجب أن تتحصل إلى هذا المنطقة ويجب أن نتحصل لذلك المنطقة ويجب أن تتحصل إلى هذا المنطقة إلى هناك حسوف أبدا تنظر يا مراد الحسوفة أبداً هل أنت تسلقى؟ أعطب تماماً ؟ اتنظر! 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 وقف! اتنظر! 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 الكارجة كارجة 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 وحبة اكابا وطرح وطرح كانت كل جديد ملاقب والت وطرح فانت فعلاقب ات يجب ايسر اكابا كانت بداخله كالسر أجل أجل نحن ملاقب العودي ليس في منطق الجيش المعد المؤهل لا تزبط هذه الأمور بهذه الطريقة المفروض تدخل العقبة تدخلها لازم تدخل بالممرات بين الجبال حتى تنزل بعد تحرير العقبة أصبحت القاعدة الجديدة لجيش الأمير فيصل التي أراد الانطلاق منها شمالاً نحو تحرير دمشق السبب التحرير الماركسي بحيث يتبيني بحيث الأشخاص السبب كذلك الفقرية خلاصة الأحذار لا تحتاج الijoاب من حيث يختبيني أجراماً من أجراء زمزاني بحيث المطاقرار لا تنحظروا للحضر أي قبل أنهم مكتابة أقرار البطاقات المتحرات من غيث في الوصف في مدينسولة في مدينسولة بالسلسطين كان ذلك الوقت جديد من المنطقة التي تقوم بعمل الأمير فيصل برسالة يبارك فيها خطته بالتوجه الشمالاً بعث الشريف حسين إلى الأمير فيصل برسالة يبرك فيها خطته بالتوجه الشمالاً مرفقة بعلام الثورة الجديد بـ 25.05.1917 نشرت جريدة القبلة الإرادة الملكية بألوان العلم النهضة العربية الجديد وأرسل إلى قادة الجيوش إلى قائد الجيش الشمالي اللي هو الأمير فيصل وتم رفعه في العقبة ولكن كانت محاولة جديدة كانت محاولة جديدة من المنطقة وتم رفعه في العربية كانت حين نشر ثوار البلاشفة اتفاقيات سرية كان من ضمنها واحدة بين فرنسا بريطانيا وروسيا وفق هذه الاتفاقية يتم تقسيم العالم العربي إلى مناطق نفوذ وسيطرة بين فرنسا وبريطانيا موسيقى وصول البلاشفة إلى الثورة وقيام الثورة الروسية عام 1917 ودخولهم إلى مقرات الخارجية الروسية أدى إلى أنه في مراسلات تمت واصلة ما بين الفرنسيين والبريطانيين والحكم السابق وبالتالي هنا وقعت بين أديهم الاتفاقية سايكس بيكو وتم تسريبها إِلتَيَّ هنا موسيقى يستطيع عربي 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 وزيلا موسيقى بين السايتس بيكو وما أن حسين أعتقد أنه كان مجدداً كم مجدداً بردسة 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 هذا شكل ضربة للمشهول العربية شكل ضربة للمشهول العربية شكل خياني الشريف حسين أصابه من الصدمة ولكأن هذه الطعنة لم تكن كافية بالنسبة للعرب إذ كانت صدمة أخرى بانتظارهم علموا بها أيضاً من الصحف شكل خياني سيخ بيكوة كانت مهمة لكن في 1917 سيخ مجدداً كاملت الأمور بلثة باردسة كمتدينتاً للمشهول العربية تجعل الوظيفة تجعل المعنى لتحسينة المنزل بلدسة بردسة 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 بعد الأنين سيخوة كانت تجعل الوظيفة بين المعنى المعنى لأنها محاولة لتبع للمشاركات في هذه المدكة المتحدة. هناك السيخ-Pico مباشرة المتحدة ملتانيين لجيباني وصفايا وكثيرا لجباني وتبع البيانات ملتاني لجبانيا لجيوز. ستجنوني بيئة مجرد أمامها مجرد أن تماماً سيكون المتحدة لتحسن الأمام بالتعب في الأولى. وفجأة تلاشى أمل العرب أمام عينهم فتمشق التي كانت تبعد ثلاثمائة ميل أصبحت حلماً مستحيل المنال فشاء اتفاقيت سايكس بيكو لم يكن من السهل الاحتمال هذا الأمر وجد انعكاساته أكبر على الميدان العسكري كثير من الضباط والجنود عندما وجدوا أن المؤامرة غربية على مشروع النهضة والثورة التي جاءوا فيها أكبر منهم وفي تالي الإعلان عن حالة استعمارية جديدة وفي تالي ما كان منهم إلا أن يتركوا بنادقهم ربما يرحل وفي أحلك لحظاتها منذ ولادتها بدت الثورة وكأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر